هو اللي تقالي إنه كابتن إيهاب جلال بكامل أنا مع يعديم مش عاصل كفاية 50% وعندي إحساس أول هزيمة لإيهاب جلال حيمشي أو هو اللي حيمشي يعني حيتقلوا امشي وخاصة إنه بتقول العقدة فوش نشرتك كزي ولا في حاجة تعافي داي رجعني النقطة اللي هي لكتسبة ولا حلقة دايات كتسبة ولا في المقدمة إنه مش كل واحد مسؤول لازم يطلع هو اللي يتكلم فيه متحدث رسمي أو الناس تانية ممكن تتكلم يا واضح جدا أن أستاذ جمال علام النهار دا عمل لابسة عند الجميع إنه والتصريحات واضح إنها ما كانتش واضحة أو ما كانتش عايز باين بيع حاجة معينة وتلقت حاجة تانية بس كل الناس هتاخد كل واحدة هتفكر فيها بطريقة تانية ولا هي كلها طلقت طريقة واحدة لا هي واضحة ما هي المشكلة منها واضحة بس هيبدأ يقول لك يا أصلا أنا ما قلتش إنها إقالة طيب يبسك هالك أنا في أنت صحفين يقول لك أنت زودت من عندك كلمة بس أنت قايل إن أنت هتجيب مدرب أجنبي وكابتن بركاته حاجة حتى لو على مستوى الناشئين في الوقت دا هيبقى فيه تضارب منتعد لي إذا خسرت فأنا بقول لحضر الأيام الجاية هتثبت إن شاء الله اللي مور تمشي كويس كان عندي إحساس لو خسر مباراة يمشي لو خسر مباراة يمشي طيب لو خسر بكوريا حيوغب ما هنعمل يا حيوغب ما هنعمل صح مش عار اللي هو التعامل بالقطعة دي هي الآفة اللي موجودة في الكرة المصرية مش في المنتخبات كمان في الأندية فوق وتحت كل حاجة طيب كابتسلح لو سبنا بقى يعني انتخلنا في المدينة الفاضلة وقلنا دلوقتي كل اللي بيحصل لها ما حصلش وكنا بنحلم تمام هو الأصلح لمنتخب مصري دلوقتي مدير فني عينابي ولا مدير فني وطني قبل ما ييجي إهاب جلال وبعد كروش عشان كده احنا انا من ضمن الناس اللي انا اعترطت على او انطقت كروش في المطش الأولاني مطش نجالي خلاص بعدك قلت حيصلي النهائي سألت السؤال هناخد البطولة قلت مش عارف لكن اللي كان لازل انا قلت كان لازم يكمل عشان يعني يكمل اللي بدأه لكن لما جئ إهاب وقال مش كويس عرفنا منهم مش كويس هتيجيول النتيجة النتيجة دي ما في أي حتى الأجنبي ممكن يخسر لكن من قبل إهاب جلال أنا أفضل المنتخب زمالك أهلي أجانب عشان يبعد عن التأثير بتاع السوشيال ميديا والضغط الجماهيري والكلام اللي بيتقال المصري بيتأثر مهما كان هو بتأثر شوي فعشان بتأثر لا ما بتأثرش يبقى مدرب أجنبي لكن إهاب جي يكمل أنا موجود يكمل غاية ساحل عاجم نشوف النتاج متحمل